المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي تقدم بطلب امبارح وكشف مفاجأة أنه الدكتور عبد منعم أبو الفتوح ما فيش أي سند قانوني لحبسه والمفترض أنه هو يخرج أو يتم إخلاء سبيله من 11 شهر تعال نشوف مع بعض التفاصيل اللي كتبها المحامي أحمد أبو العلا ماضي محامي دفاع أبو الفتوح يطالب بإخلاء سبيله فورا لحبسه 11 شهر دون سند قانوني أحمد أبو العلا ماضي بصفته وكيل عن رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح المعتقل بسجن إصلاح وتأهيل بدر على دمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة تقدم بطلب للنايب العام حمد الصاوي اليوم الخميس يطالب فيه بإخلاء سبيل موكلي بشكل فوري لحبسه على دمة القضية مدة 11 شهر دون سند قانوني أنت عارف أول مبارح لما كنت بكلمك على صديقي اللي قتل داخل المعتقل صهايب سعد أمارة كنا بنتكلم أن صهايب حكم عليه بعشر سنين والمفترض أنه خلصهم وكان بيجهز أنه يخرج فمات أو أتلوه أي أن كان إحنا مش عندنا تفاصيل طيب النهاردة فيه شخص تاني نفس بشرية إنسان مصري اسمه عبد المنعم أبو الفتوح تخيل حضرتك بقاله 11 شهر قاعد في السجن من غير سنة قانوني آهوا كده مجدعة يعني عمنا على الفتوح برضو راجل السيسي بيخاف منه فلا حطوا لنا أبو الفتوح في السجن 11 شهر مش 11 ساعة يا جماعة مش 11 دقيقة مش 11 يوم مش 11 لا أهم 11 شهر أعمار البني أدمين في ظل حكم عبد الفتاح السيسي ليس لها قيمة لكن أعمار مونير جرجس ومحمد عبد الحق جودة واسموئيل الششتاوي العقيد بتاع الصاقة أعمار وحياة الناس اللي كانوا مقبوضة عليهم في زنبيا لا دي تستحق إن عباس كامل يتدخل ومحمود السيسي يتدخل وعبد الفتاح السيسي يتدخل والسعودية كمان تتدخل لكن أعمار عبد المنعم أبو الفتوح وصائب صعد أعماره ما تسويش عند الجماعة دول حاجة فعادي يعني إيه المشكلة قعد 10 سنين في السجن وبعدين قتلناه إيه المشكلة إن أبو الفتوح قعد 11 شهر في السجن من غير سنة القانونية ما عادي ما يموت يعني في السجن هكذا يتعامل النظام مع المعتقلين يجب إخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح فورا وجوبيا لسقوط حبسه وتوقفي منذ 11 شهر وتحديدا منذ 5 أكتوبر 22 بالقضية المحبوس على ذمتها أتمنى أن يكون في حد عائل في النظام المصري بيحترم القانون ويتم الإفراج الفوري عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من أبو الفتوح لجمال عبد الناصر عبد الحكيم عبد الناصر بصوا ولاد جمال عبد الناصر وكان قبل كده جهان السادات ليهم مواسم يعني بيظهروا فيها صورة يوليو مش عارف انتصاراته اكتوبر مش عارف فيه مناسبات عيد الصورة عيد الجلاء عيد تحرير سي يعني شوات حاجات كده ولاد الرؤساء اللي قبل كده بيظهروا فيها في بعض المناسبات يعني فعب حكيم جمال عبد الناصر أعلن تأييده لترشح عبد الفتاح السيسي ليه بقى؟ تعالوا نشوف كده قال انه خلصنا من الإخوان وحقق إنجازها طيب يا باش مؤندس عب حكيم ايه اللي حصل؟ هو بقول ان فيه حملات ممنهجة ضد الدولة مشدد على ضرورة التكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية لمواصلة البناء والتنمية ومواجهة مثل هذه الحملات التي تستهدف النايل من مصر سواء داخلينا وخارجينا بحسب تعبيره تحس ان احمد موسى اللي كاتب القصة دي مش مشكلة لكن هو بيكمل عب حكيم جمال عبد الناصر وبيقول ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لمواصلة الإعمار والتنمية واستكمال خريطة البناء التي شاهد لها الجميع طيب نكمل كده ونشوف كمان بيقول ايه؟ الانجازات اللي تحققت على أرض مصر تدفع الجميع لدعم وتأييد السيسي ومواصلة العمل للنهار وتلاشي أي أخطاء تحدث يعني لو بيعمل أخطاء مش مهمة جماعة يعني عادي جدا طيب أضافة نجل الرئيس الراحة جمال عبد الناصر أنه في العديد من الإيجابيات ظهرت داخل الدولة في السنوات الماضية ولابد من لا تربيها أنا الحقيقة عايزة أسأل شوية أسئلة معرفش الحقيقة الأستاذ عب حكيم أو البشموندس عب حكيم عبد الناصر هيفهمها ولا لا؟ هو سيادة البشموندس عب حكيم جمال عبد الناصر هو مش فيه طيار مصري بينسب ليه أبيك اسمه الطيار الناصري هو مش الطيار الناصري ده يا جماعة اللي هو بيتكلم على يعني تمكين الناس وبيؤمن بأفكار اشتراكية ومش عارف إيه وإنه هو موضوع الثروة وإنه أبوك أمم اللي مش عارف كذا وإنه فيه اهتمام بالقطاع العام مش كده مش ده مش ده الطيار الناصري يا سيادة العب حكيم طب هو عب فتاح السيسي فين من الكلام ده يعني إذا كنت أنت ابن أبيك وبتتكلم بصفتك ابن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فالمفروض أن أنت امتداد لأفكاره وأفكار الطيار الناصري اللي هي بعيدة كل البعد عن الرجل اللي بيبعي شركات الدولة عن الرجل اللي بيخصخص كل حاجة عن الرجل اللي بياغني الناس الأغنية وبيضرب الفقرة بالنار فالحيانة مش فاهم اللي أستاذ عب حكيم جمال عبد الناصر يعني هو بأنه بيبصم لعب فتاح السيسي بالإنجازات والحاجات الجميلة جدا هل دي نهاية خلاص الطيار الناصري والفكرة الناصرية والكلام ده كله هل يا جماعة نقول خلاص فيله على الطيار ده وعلى الأفكار دي الصندوق وخلصت هي جزء من التاريخ زي جمال عبد الناصر كده ولا عب حكيم عامر عب حكيم عبد الناصر هنا يعني حس أنه عايز دور مثلا أو عايز لقمة مثلا من عب فتاح السيسي فبيجمله الحاجة ده شيء يعني أتمنى أنه الناس اللي لسه بتنتمي للطيار اللي اسمه الطيار الناصري يردوا على عبد الحكيم جمال عبد الناصر لأنه الكلام اللي بيقوله ده والإشهادة مع فتاح السيسي اللي هو أصلا فلسفة حكمه ضد اللي كان جمال عبد الناصر بيعمله معه ده حبس الإخوان يعني الحاجة الوحيدة اللي عبد فتاح السيسي واخدها من جمال عبد الناصر هي فكرة حبس الإخوان المسلمين والتنكيل بمكونات الشعب المصري نشوف الخبر الثاني زي ما حضراتكم عارفين مصر في أزمة دولارية احنا محتاجين دولار بأي طريقة ما عندناش دولارات وبالتالي مصر تقنن أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية مقابل ألف دولار التفاصيل لطيفة جدا بيقولك إيه أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا يلزم الأجانب المتقدمين بطلبات الحصول على حق الإقامة في البلاد لأغراض السياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة طيب هيعملوا الرسوم دي بالجنية دكتور مصطفى؟ لا اشترط القرار تحويل هذه الرسوم من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة وذلك إما بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة الأجنبية مع حساب الرسوم بما يعادل الجنين المصري بالسعر الرسمي يعني حضرتك انسى العملة انت جاي مهاجر من السودان من ليبيريا من تنزانيا من كومومبو من أي حتة وحضرتك عايز تعمل إقامات وعايز تعمل شغل كويس في مصر تمام طب انت في مصر هتدفع رسوم على عيني أي دولة بتعمل كده هتدفعها بالجنيه لا حضرتك مش هتدفع بالجنيه هتدفع بالدولار طب ليه يا أستاذ هو كده احنا مزنوقين في دولارات ما تقرفناش طب ولو فيه أي رسوم تانية ومش عارف بالعملات اللي هي التانية الأجنبية طب بالنسبة حضرتك للجنيه يعني أنا معايا خمس تلاف جنيه في جيبي ممكن أدفع عملة لما مناخدش جنيهات مش عايزين جنيه جنيه احنا انت جاي تهزر جنيه ما فيش جنيهات انت تعملي تحويل بنكي بالدولار أو بعملة أجنبية احنا مش عايزين جنيهات طيب القلاب يقولك امكانية توفيق أوضاع الأجانب بصورة غير شرعية تقنين إقامتهم شريطة توجود مستضيف مصر الجنسية مقابل سداد مصرفات إدارية تبلغ ألف دولار أمريكي تدع بالحساب المخصص لذلك وفق القواعد والإجراءات أنا الحقيقة اللي عرفه هنا اللي عرفه هنا في بريطانيا أنه الناس بتتعامل بالجنيه لسترلين بتعمل إقامة بتعمل بزرميط أنت بتتعامل بالجنيه لسترلين يعني لا أعتقد لا أعتقد يا جماعة أنا هنا مش بأجزم يعني لكن لا أعتقد وفق متابعتي لبلدان كثيرة أن في ناس بتقول ما تشتغلش بالعملة بتاعتي يشتغل بالدولار الحقيقة ده موضوع بالنسبة لك أسامة جديد يعني محتاجين برضو أن احنا نبحث ونشوف العالم من حوالينا مثلا هل هيعتمد السيستم العجيب ده ولا لا لكن الدولة مزنوقة في دولارات هل من حق الدولة أنها تفرض على الناس التعامل بعملة معينة برضو ده محل سؤال لازم نسأله ولازم نشوف هل القانون والدستور بيقول الكلام ده هل عادي أن أي دولة تحدد أن المعاملة دي بالدولار والمعاملة دي بالسترليني والمعاملة دي بالعملة المحلية ولا المفروض يبقى سيستم ماشي على الكل ولا أنت بتغير وفقا للأزمة الاقتصادية ولا إيه بالزبط أسئلة كتيرة جدا الحقيقة يمكن الأيام الجاية نحاول نبحث مع بعض لإجابات على هذه الأسئلة ترجمة نانسي قنقر